تفقد محافظ قاهرة خالد عبد العال سوق العبور لتجارة الجملة لتأكد من توفر احتياجات مواطن العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان في إطار جهود محافظة القاهرة وأجهزتها التنفيذية لمحاربة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بجميع أنواعها بأسعار مخفضة التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتجار الجملة بسوق العبور حريص أن أنا ألتقي بسلع التجار أو كبار التجار في السلع الغذائية في سوق العبور وأطمئن منهم على أن طبعاً الاحتياطي الموجود في الفترة اللي جاية بالنسبة لجميع السلع بالنسبة للأسعار وأكدنا مع بعض على أنهم الحقيقة لقيت منهم مروح طيبة جداً وناس وطنيين وبيشعروا بالمواطن وقالوا أننا ما فيش أي زيارات في الأسعار هتتم الفترة اللي جاية بل بالعكس تعهدوا أن الفترة اللي جاية يهبوا فيه منزول الأسعار إن شاء الله الفترة دي الأسعار لازم تبقى نازلة فيها التجار في تعاون منها من جميع تجار سوق العبور يعني التجار اللي كانوا موجودين كلهم أكبر تجار في السوق وكلهم قالوا إحنا موافقين مع الحملة دي وإحنا هنساعد بكل الإمكانات اللي تطلبها الدولة مننا لقاء حمل الكثير من روح التعاون والوطنية والمتمثل بثبات الأسعار رغم كل التحديات ووعود جدية بمزيد من الانخفاض بنسبة تصل إلى 30% أسعار بتتراوح مثلاً على سبيل المثال بطاطس من 3 إلى 4 طماطم من 3 إلى 4 في المنتجات الأساسية بصل من جنيه ربع إلى 175 إرش بالنسبة لهذا الوقت من السنة يعني أسعار كلها في المتنع ونقدر نخفض الأسعار بالنسبة للمستهلك بره إزاي فحيش أن السنة تبقى متوفرة كلها انتهى اللقاء بجولة تفقدية للمحافظ برفقة كبار وسغار التجار بعدد من الشوادر العامرة بخير بلادنا وذلك لمتابعة المعروض وأسعاره ووعد بالبدء بإعداد منافذ ثابتة ومتحركة بكافة أحياء القاهرة وخاصة المناطق الأكثر احتياجا على أن يتم توفير الخضر والفاكهة بها من تجار السوق مباشرة بأسعار أقل من الأسعار المعروضة بالسوق وترحيها للمواطنين مباشرة دون وسيط